دراسة الجدوة بتقول المستقبل في العالم كله هنا في الأرض دي الأرض دي فيها كثير والأوضاع اللي احنا فيها إلى زوال قريب الصناعة المصرية بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل تحت هذا العنوان نظمت وزارة التجارة والصناعة مؤتمرا لخلق مستقبل أفضل للعاملين في هذا المجال الجمعية المصرية الهدف بتاعها اجتماعي من الأول والنظام تعاوني على أساس أن أي صاحب مشروع صناعي النهاردة بيتقدم للحصول على ضمان لهذا القرض بيبقى مساهم في الجمعية عندي ده مساهم وصاحب مصلحة وحمل سهم في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني المشاركون أجمعوا على أن الصناعات الصغيرة هي الحل السحري لمصر في الوقت الراهن كلنا نعلم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور حيوي ودور قومي وليها أدوار متعددة نقدر نقول أنها العصب الرئيسي لإقتصاد أي دولة سواء كانت دولة نامية أو دولة متقدمة لما لهذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حل لمشاكل كثيرة ممكن تحللنا مشاكل مثل مشكلة البطالة ممكن تحللنا مشاكل في الإنتاج في زيادة حجم الصدرات أو التصدير ممكن تحللنا مدخلات للإنتاج لإحلال محل الوريدات فبالتالي اللي الصناعات الصغيرة ومتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد القومي في أي دولة عقابات التمويل وجدت اليوم بعض الحلول نحن النهار ده عقادنا اجتماعا مع الدكتور فاروق العودة ودعا لي الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية وكلنا حضرنا ومع رؤساء البنوك بالكامل ووضعنا رؤية وهم أبدوا استعداد كامل للتعاون في حل المشاكل المالية الجميع للشركات المتعصرة بالاستقرار يعود الأمن وبعودة الأمن تنشط التجارة وتزدهر الصناعة وحينها يأمل المصريون في مستقبل أفضل نسمى محمد نهارك سعيد ترجمة نانسي قنقر